نجحت المحافظة السامية للأمازيغية في تحقيق مكتسبات كثيرة للغة والثقافة الأمازيغية أولا هي هيئة إدارية في ترقية اللغة الأمازيغية وإعادة إدراجها في المدرسة المحافظة طالبت بإنشاء أكاديمية للغتها إنشاء هذا المجلس العلمي أو مستقلة التي سيتعمل على تقنين اللغة، العمل على تطوير اللغة فهل يمكن أن تلغي الأكاديمية المحافظة مستقبلا؟ أمر وارد يفترض لماذا؟ لأن الظروف التي أدت إلى إنشاء محافظة السامية لم تعد قائمة يعني يفترض أنها تلغى يعني لما مبقاش عندها مبرر للوجود في المحافظة السامية الأمازيغية لن ننظر إلى هذه المسألة بهذه النظرة لأنه كما ذكرت أن من اقتراحات المحافظة السامية الأمازيغية هي إنشاء الأكاديمية سيكون عمل متكامل هذه النظرة لدى المحافظة السامية الأمازيغية أن يكون عمل متكامل بين المحافظة السامية الأمازيغية والأكاديمية لا أحد ينكر ما قدمته المحافظة السامية للأمازيغية للغة وثقافة لكن التجربة في الجزائر أثبتت أن كل هيئة تخلق من ظلع هيئة تلغيها